اشتركوا في القناة اي ست واي بنت لما بتبقى بشرتها حلوة بتحس ان هي عندها ثقة في نفسها وبتحس ان صحتها احسن نفسيتها احسن كمان مشكلة البشرة مشكلة بتواجه كل الستات وكل البناء من اول الاعمار الصغيرة لغاية الاعمار الكبيرة النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها عن كل مشاكل البشرة هنتناقش كمان عن كل حاجة تخص البشرة هنتكلم عن احدث الاجهزة ودور العلاج الطبيعي في العلاج وازاي كمان نقدر نحن نحافظ على جمال بشرتنا ونظرتها لكن اسمحوا لي في البداية ارحب بضبطي المشرفاني ومن وراني النهاردة في استوديو الدكتورة رانيا السيد عبدالعليم استشاري لعلاج الطبيعي والتجميد اهلا بحضراتك يا دكتور نورتين دكتور طبعا زي ما انا قلت ان مشاكل البشرة كتير جدا كل الستات وكل البنات اهم حاجة بالنسبة لهم بشرتهم وشهم طيب ايه بقى يا دكتور الاسباب اللي بتخلي الستات والبنات يفقدوا نظارة بشرتهم بسي في اسباب كتير جدا سواء للبنات الشبات الصغيرين او لنوعية الغذاء اللي بيتاكل يعني مثلا لو الغذاء ده ما بياخدش فيتامينز كتير مش اكله ما فوش خضاء وما فوش فكهة كتير كل الحاجات دي هو يعني الست تفقدوا او البنت تفقدوا اسباب معينة مثلا نخلي بالنا منها بسية البشرة تتعب اكتر بتنسي شغل كل يوم بتطريد تحط ميكوب كل يوم يعني في حاجات فاكتورز كتير هتحكم وفي فاكتور طبعا لقيت جدا السنة ده حاجة طبعا مهمة اه طبعا كل ما لعمر الزاد كل ما اختلفت يعني دكتور دلوقتي احنا بنسمع عن اجهزة جديدة تقنيات جديدة لشد البشرة والجل انا عايزة حضرتك تكلميني عن احدث الاجهزة دي بسيها بالنسبة لشد البشرة احنا عندنا جهازة ريديو فرقانسي ده من احدث الاجهزة اللي اقرتها الف دي ايه اللي هي منظمة الصحة العالمية ده اكتر حاجة معروفة في شد البشرة انييزة بقى انه ياريتني جيب الفيديو اه احنا هنهرجه في الوقت الفيديو معنا انييزة بقى انه هو موجات ريديو دي انه هي بتسخن طبقات الجلد العميقة فمن هنا بنحفز انتاج الكولاجين والإلاستين من اول وجديد عليه اه اوكي اه انا شفت اه دي جلسة الريزي اللي احنا بنشتغل بيها دي اللي بتشد البشرة دي بتشد البشرة بصي هو بيبقى لها كذا هد في هد للفيس بصي هي حتى هنا بتشد حتى بطنها اه يعني دي حتى مش بس على البشرة بتاعتلك الجسم كله كمان لكن يشد بأي منطقة في الجسم هو الريزي وعرفنا هو بيشد اي جزء في الجسم اي جلد يعني اي جلد طبعا اه اه واضحة هي هنا في الفيديو دي الطريقة بنعملها بياخد كل جزء بقى حتى حتى تحت العين هيتعاملها هيبان دلوقتي اهو خديت تحت العين دي بالسبب ان هي بتكون الرينكلز اللي بتبقى اللي هي التناية الجلد اللي بتبقى تحت العين اه بصي مزعييد والكل بصي الموجات بتاعته بتقدر توصل لحد فيه ويحنا بنقدر كمان نتحكم في العمق بتاع الموجات بتاعت الجهاز بنقدر نزبط الجهاز بحيث نتحكم في العمق بصي بقى تحفيز ده تحفيز بصي لحد بصي اعمق طبقات الجلد تحفيز اه وبيحفز خلايا الكلاجين بحيث ان هي ايه شايفة اللي نورت دي خلايا تم ارتبط دي ارتبطين نظرتها اه فبصي انت بيبقى عندك في الحالة دي والدورة الدموية بصي طبعا برضو بيحفز الدورة الدموية لان هو بيعتمد ان هو بيسخن الطبقات العميقة دي من الجلد فبيحسن الدورة الدموية وبيحسن انتهي الكلاجين بصي كلاجين كان خفيف دلوقتي بقى عندنا كمية كلاجين عاملة ازاي شايفة الميزة بقى في القصة دكتور بتعيد تاني الكلاجين بجوة الجلد مش كده او الكلاجين بجوة الجلد فدي بتعرفت تستفيدي منها ميزة كمان انه ان انتي هنا بتعالجي اه انتي مش بس جوستن انتي استعيدي حاجة بتعملي عملية تجميل او بتعملي حاجة وقتية لا انتي قريدي هنا بتعملي علاج انتي كانت المشكلة ان الكلاجين بدأ يقل دلوقتي الكلاجين بدأ يبقى موجود تاني حاجة بقى ان هي فيها ميزة يعني مثلا كل الناس اللي جمعة ملوها عندي مثلا في العيادة بيقولوا يعني ايه ان هي بتخليكي شكلك كمان ناترال يعني ايه اللي هو الطبيعي مش عارفة مش مثلا شدق اوية يعني كي مقفولة او مثلا ان اثرت على الانجل بتاعت الموز فتحسن البقى بقواية مش عارفة تتحكي دي الميزة طبعا عن كمان ان هو رجع عالج المشكلة ورجعها وخلى الشكل طبيعي وميزة كمان حتى عن الحقن او لان هو برضو الحقن بيخلي المنظر ايه يبقى فاك شوية فاك شوية بالزبط لكن دي بتبقى عارفة البشرة بترجعت كأنها ايه طبعية لسنة اصغر وكأنها طبعية جدا وحتى لو البشرة دي كان مثلا صي هي عندها مثلا الخدود ضعيفة او كده مع انتاج الكولاجون الدول بتتحسن وهي اذا تعني برضو لجلسات دي ان النتيجة بتبان معيكي في نفس اليوم يعني 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 الجلسة اللي بتبان معيكي في ناس موقع ما تحتاجش اصلا هي جرهي الجلسة دي جلسة واحدة او مع حسب بقى هي السن وعلى حسب الحالة وعلى حسب الوقت اللي هي جايدة في حد موقع ييجي يعمل حاجة شد وحاجة النظر وحاجة مش عارفة ايه مثلا عندها فرحة او هي العروسة او كده وخلاص مره وخلاص وتيجي خدت الكورس مثلا كله او مالتين بالكتير في حد سؤال بقى مهم جدا انه دايما بيقولوا العرايس تيجوا قبلها بستة شهور واربع شهور لأ هي ممكن عروسة تروحها اه بشهر او 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 تلات اسبوعين كمان ممكن تيجي بتعمله وبعدين بيبقى باين فناء وكل محد يعني بيشوفه انتي فيكي حاجة غريبة محدش لمس حاجة لانه بفيش حاجة فيكي تعملت اه انتي عليكتي البشرة من جوه اه طيب كاميليا دكتور انا عايزة اسألحك سؤال ده الراديو فريقونسي ده ممكن مثلا يكون عشان هوا بيستخدم في الجسم كله البشرة بتبقى حساسة شوية فممكن حد يقول ده ازاي بيستخدم في الجسم وفي البشرة اه لأ ما هي الهد اللي احنا باستخدمها الهارتس بتاعت الهد اللي احنا باستخدمها اه مش نفس الهد بتاعت الوجسم اه يعني الجهاز مش ليه هد واحدة لا فيه هد اللي هي بتاعت البشرة وفيه هد اللي هي بتاعت الجسم كله اللي هي اللي انتي شفتينها دي اللي هي اشتاقت بيه على الوش كتهد سبايرة بهرتز قليلة لكن بتاعت البشرة دي هد تانية كبيرة اه علشان تقدر نهيها عشان تجيب طبقة الجلد لان الجلد الوش بيبقى ايه رفوية شوية عن طبقات الجلد طبعا بتاعت البطن او كده اه وفيه حاجات ايه مهمة بقى مع الشرد جارة ريديو فريقانسي فيه جهاز تاني بيدي زي نباطات بتشد بقى العضلات ساعات العضلة نفسها خصوصا مع عضلات الرقبة اه مع الوش ساعات العضلة نفسها بتشدي البشرة ويبقى شكلها حلبس حسين وعضلات الوش نفسها هي اللي بقيت واقعة او كي ايه بس اه بالضبط كيف عارفة الافكت بقى بتاع تأثير الجلسة دي بن قوي قوي لو انت عملتي اللي هو الجهاز اللي بيدي نباطات كده بتعمل تنبيه للعضلات تشد العضلات ده حاجة تنبيه غير الى ريديو فريقانسي اسمه ايه يا دكتور؟ هو جهاز التنبيه الكهربائي بس خاص برضه بالفيس يعني الهد بتاعتها كده ليها توبولس موجب وسانب بحيث تتحط على مصل مصل عضل عضلة وتشدي العضلة اللي هتشتغل بيها وممكن تشد كمان الرقبة هي بتتعامل اصلا الفيس والرقبة مع بعضه بناخد الوش والرقبة مع بعضه انت عارفة لما الرقبة بتبقى بايزة جمال الوش نفسه بيروح صح حتى لو الوش خريطيجا بحيب بس الرقبة بايزة بيبوز لك شكل الوش عندك اكيد طبعا يا دكتور حضرتك بتواجه مشاكل كتير جدا بسبب التراهولات يعني كل الستات والبنات عندهم تراهولات بلا استسماء المشكلة دي ايه سببها؟ كثير التراهولات دي سبب حاجات كثير ممكن اولا من ضمنها مثلا سي حتنا عمل مثلا سي عمليات اللي هي زي عمليات التخصيص خاصة فالجلب تراهد عشان كده احنا حنقط على حاجة تانية جاية ترجعي اللي هي تحت التخصيص احنا دينا بنعمل ايه؟ دينا نجي نعمل تخصيص موضعي ودي برضو ميزة الجلسات حتى عن التدخل الجراحي في الحتة دي وننتي بتعملي ايه؟ بتفتاتي الدهون بعدين بتشدي تراهولات الجلب اللي هو بقى بالراديو بعد كده بتشدي العدلة تاني يعني بتمري بكذا حاجة بعد كده بنعمل جهاز رابع علشان ننشط بيه الجهاز اللي مفاوي بقى انه هو يصرف الدهون اللي احنا فتتناها وتبقى انتي شدتي الجلد وشدتي العدلات ومنعتي التراهولات الحمل وبعد الولادة طبعا البطنة بتتشد بتاعي لعليها ستراتش وبعد كده ترجع تاني بعدها برضو دي مني الحاجات اللي ممكن تسابق بالتراهولات في الجلد طب وهالي دكتور العلاج الطبيعي هنا في مشكلة التراهولات ليه دور؟ هو الأجهزة اللي احنا نستخدمها ده هو دور العلاج الطبيعي الجهزة اللي احنا نستخدمها سواء كان فيه بقى طرق كتير لتفتيت الدهون يعني فيه جهاز الكراهي اللي هو التجميد الدهون وفيه تفتيت الدهون بالليزر وفيه تفتيت الدهون بالألترا ساوند فيه بقى طرق كتير قوي احنا بنتدخل بها عشان نخصص وفي نفسها بتبقى انتي فقدتي الدهون وشدتي الجلد وشدتي العدلة ونشبتي جزم فيه بحيثي خواهنك القصة دي بقى سرع وقت ممكن ده موضع يا دكتور مش عملية بقى اه اه طبعا ده بقى جهازة ونتيج هاي لو بيتخذ المقاس قبل وبعد انتبقى النتيجة هاي لبقى كمان مش بس النتيجة كتخصيص النتيجة كمان كشيب اه طبعا احنا الشغل بتاعي كل النيتي بتهتمي بحاجة اسمها الريشيب بعادة تشكيل او بناء الجسم ده اه كمان الريشيب فيه ميزة يعني انتي مش يعني ايه يعني سيه مثلا انتي لو هتعملية جين مع نفسك مثلا او مع دكتور او مع اي حد هتعملي مثلا سيه عايزة تخصي عشرين كيلو اه لا بالريشيب انتي ممكن تخصي عشرة كيلو برجين بسيط خالص والتيب المنطقة اللي فيها كتلة دول فيبقى شكلك خاصة لعشرين كيلو كأنلك عشرين كيلو وشكلك حلو اوكي لاني انتي شلت المنطقة اللي فيها لدفكت ايوه من غير اي جراحة يبقى وباينة في نفسها يعني هاي تقولتي برضو بتبان في نفس الوقت اه طبعا مش بتحتاج مدة لا جلسة بجلسة بيبال الفرق طب يا دكتور دة بالنسبة لشد البشرة او شد الجلد عموما طب ندارة بقى البشرة بيه اجهزة بنيستخدمها عشان الندارة اه طبعا وصلح لاندينا في حاجات كثيرة بقى في الجلسة بتتعمل برضو عشان ندارة فيه او الحاجة طبعا الالترا ساون الالترا ساوند مهمة علشان هي بتزود انتج البروتين في الخلية بتزود الدورة الدموية في الخلية فالالترا ساوند انتي زودتي دورة دموية زودتي بروتين فده هيزوجلك الميتابوليك ريت اللي هو عملية التمثيل الجزائي جوه الخلية فبقى ريح لها ايه دورة دموية احسن وريح لها ايه تغزية احسن فده بيخلي البشرة يبقى فيها نضورة بعد المبتمعي جلسة الايترا ساون فيه برضه بنتدخل بحاجة ان احنا بنحقين فيتامينز في البشرة كمان ايه لما بتحقيني فيه بنحقين فيتامينز ونكن نحقين حاجة اسمعها هيلورانيك أسد ده علشان الهيلورانيك أسد ده برضه من الحاجات اللي بتدي ايه كأنك حقانتي زي المادة بتحقين في الفيلر بس بتحقينيها بنضخيها جوه البشرة دي احاجة زي البي ار بي لا دي حاجة مختلفة عن البي ار بي بوسي دي احنا بنحقين المواد دي جوه جهاز الجهاز ده بيوصل عن طريق نباضات معينة الدواء ده لجوه الجلد فيه بنزة عن الحقن اللي هي الحقن الاعجوية اللي متحقيني في الفيس نفسه اول حاجة انتي بتتجنبي شكة الحقنة بتتجنبي الكدمات اللي بعدها والالام اللي بعدها صح وتحرمات اللي لازم نعود يومين في البيت اه صح بتتجنبي كون المشكلة دي الحاجة التانية بقى انه الحقنة ليه يعني ليه يدبس معين عمك معين هقدر يدخل فيه مش هقدر اتعدى العمك ده خالص بالحقنة لكن بقى بالجهاز ده بيوصل لك الدواء او الحاجات اللي انتي حطاها سواء كانت خلية جزعية سواء كانت فيتامينز سواء كانت جلوتاسيون سواء انتي اي مادة البشرة محتاجية يوصلها لعمك طبقات الجلد بتوصل لعمك طبقة في الجلد من جر ما ايه اه يعني من اعمك طبقة من جر خوان ومن جر شكشكة ومن جر حاجة من الحاجات اللي هي ايه بتبقى تأزيل بشرة على عالي يوم او اثنين صح طب يا دكتور مشكلة الهالات السودة برضو من المشاكل الصعبة جدا بنشوفها بقى في ستات وفي الجالة طيب وناس كتير استخدمت لها حلول كتيرة بس برضو متازال مشكلة الهالات السودة لو هنقول ان هي بتبقى بنعليجها فاحنا بنعليجها مثلا لمدة شهر شهرين وباكا ترجع تاني تحس كأنك ما عملتش اي حاجة هل في حلول هل في اجهزة برضو زي الراديو فريكنسي والالكتورك والحاجات دي وابسي بقى الهالات السودة دي ليها جزئين الجزئ الاول لازم نعرف السبب اللي عملها ايه هل هو راسي هل هو تحليل واشاعات وكده لا 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 بنعرف السبب هل هي طبيعة مثلا الشغل بتاعتها ما بتنامش كويس نوعيد نومها مرة الصبح ومرة بالليل تعطيع النوم عدم نوم وقت كفية التخزية بتاعتها كل الحاجات دي الاول لازم نبص عليها ونعليجها وبعد كده خلصنا الجزئ دي ونبدأ بقى العلاج الموضعي بتاع الهالات السودة اولا بنحقن برضو الفيتامين ونعمل الراديو وبنكمل عليهم بحاجة اسمها علاج برضو بالتبريد العلاج التبريد دي بقى بيشيل الهالات السودة وبيشيل الدهون اللي في البشرة وبيقفل مسام البشرة ده برضو برب بيبقى تبريد خاص للفاس وقال التبريد تاي اللي احنا نتكلم عنه بتاع التخصيص دي دي طريقة تانية بحاجة تانية للوش بس اه وبردو بنحقن فيتاميمين سي على الهالات السودة بيجيب نتيجة هيلة عن طريق برضو نفس الجهاز بيجيب نتيجة هيلة وفيبة طريقة تانية دي بقى مش بس لهالات السودة كمان الوش بتتفتيح لنا البشرة بنعمل حاجة اسمها تأشير بنعمل تأشير فيزيائي فيه عندنا تأشير فيزيائي، تأشير كيميائي وتأشير بالليزر عندنا تالت أنواع بالتأشير نحن تأشير نستخدوم فزيائي مستو ايه عن الكيميائي وعن الإزر الكيميائي نتي بتحطي مادة كيميائية على الجلد فبتشيل طبقة الجلد كلها الخارجية اللي بايز باللي مش بايز بالسليم بكله وبيبقى زي حرق وبيبقى طاض فترة في البيت وبتمنع عن الشخص والتأشير كان زمان يعني ناس كتير قوي عملته وتخمت فيه او بالزبت كده لأ انا شفت حالات اللي هي عندها بيرن محروقة محروقة حرق حرق وشها محروقة وتستنى لما الجلد ده كله يدغير مأسايا لكن بات التاريقة الجديدة بقى هي الفيزيائي الفيزيائي هقولك عليها بس نقول عيوب الكيميائي والتاني او اللي ينزر بقى في عبنه بيفتح مسام البشرة ما بتشيري بالتأشير بالنزر بيفتح مسام البشرة بتجي البشرة المسام بتاعتها بدأت تبقى واسعة مني الحاجة التانية انه ممكن ببارده انه بتمتمنعي برده من التعارض للشمس والبشرة بيحصل فيها التهاب الحاجة التالتة انه ممكن يحصل حبوب اسمها الميليا عدوى كي بتحصل في البشرة بعد التأشير برضه بالنزر التأشير بها الفيزيائي تستخدمي الكريستانة بتبقى بتأشير الجلد الميت او الجلد الفاسد اللي في البشرة بتنظف البشرة تنظيف خارجي من جلد متشيل الطبقات السليمة القصدية الطبقات المريضة من جلد متشيل الطبقات المريضة و بتحافز على الطبقات السليمة من الجلد تجي حالا هي مبتحتاجش وقي شمس بعد ما بتعمله مبتحتاجش اي حجاية يمتمنع الجلسة ويمكن تخرج بعدها عادي ده بيع بيبقى فيه إذا بينضف البشرة كلها بيساعد في إزالة إيه الهالات السودة لأنه هو إيه بيشير كل طبقاته اللي بيع الميتة أو المريضة أوكي طب الهالات السودة برضو مرتبطة شوية بالانتفاخ اللي تحت العين يعني الانتفاخ ده حلوله إيه برضو نفس الأجهزة هقولك بقى الانتفاخ ديما بيبقى سببه إيه إن العضلة اللي تحت الجفنة دي بدأت تبقى ويك بدأت تضعف فبنعمل بقى الريديو نشدها والحاجة التانية نعمل اللي هو بتاع إيه بنقوي العضلة اللي تحت العين بالجهزة اللي هو إيه التنبيه الكهربائي اللي هو الخاص برضو بالفيس بنشد العضلة اللي تحت العين دي فبتم مع تكوين الانتفاخ اللي تحت العين بشارط إن هي متكونش أهمية فيه ووصل لكيس دهني كيس دهني ده هنشوز هو ده بقى المشكلة أو دهون في ناس بتقول دهون تحت العين لا ما هو في الأول قبل ما تبقى دهون بتبقى الطبقة دي بدأت تقع فأنتي أول ما تبقى خلاص ادخلي في العليج لكن لا تستنيش طبقة ما تنتفخ تنتفخ بقى تبقى كيس دهني وكيس دهني كيس دهني ده بقى خلاص وكمان يعني هيبقى محتاج تدخل بقى جراحي جراحي طبعا الجراحة في يعني بتبقى صعبة برضو ناسي تاخدي كراي من التميج جراحة وتحت عميكي وكده فعلا ما بتوصلش للنتيجة بالزبط وبيردع تاني لكن الحلول بقى ان احنا نستخدم اللي هو الأجهزة اللي حكي قلت هتشد العضلة اللي تحت العين نشد الجلد اللي تحت العين بالراديو فريكنسي بيجي بمسجة هيلة جدا وبسرعة ده الراديو فريكنسي ده بيعمل كل حاجة لكن هم بيعالجوا يشوفوا المشكلة ايه ويعالجوه طب يا دكتور برضو مشكلة النضارة والهالات السودة والانتفاخات وكل الحاجات دي يعني تعتبر مشاكل خطيرة الPR بقى انا عايزة برضو حريك تكلميني عني عشان في ناس كتير الفاكرين ان هو ده الحل الأمثل فا ايه اللي اختلاف ما بينه وما بين الراديو فريكنسي الPR بصي اللي هو الناسي بتاخدي اللي هو الناسي بصي بتسحابي دم بصي انا فوجيت نظر ان النار حاجات دي فيها احتمالات عدوى وبرضو حقنة وشكشكة والحاجات اللي احنا عونا علي دي رسائل الامن وبتعالج يعني نسبة العلاج فيها مية في المية لكن الPR حد دلوقتي نسبة العلاج ما بقتش مية في المية يعني كمان فيه نقطة تانية الوقت الوقت بعد الجلسات دي اللي انت بتعدي بيه فترة طويلة وعنى جر الPR بي خالص يعني يعني انت مثلا جلسة الراديو فريكنسي ده لو انت مثلا محتاجة جلسة محتاجة اتنين احد اقصر بيبقى 6 مرات ده لو البشرة واقع خالص والسن كبير وكال بيبقوا 6 مرات اه لو انت خلصتها بتاب معاكي على الاقل تأدير بتابت تأثير الجلسة بتابت سنة يعني انا مشوفش الناس بالسنة وابعدين يجو بعد سنة سنة ونص ده بعد الراديو فريكنسي؟ اه بعد جلسات راديو فريقونسي جلسة او اثنين او ثلاثة عملتها مش بعد ست شهور وثلاث شهور لا 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 بس على اقل سنة و سنة و نص ساعت بين عادي سنة و سنة و نص وساعت بقى خلاص الدخلين في السنة التانية لقيمهم داينين يعني الناس بتقول بالسنة مشوفهمش يعني وتجيل تأثير الجلسات اللي فاتت لسه موجود بس ايه عايزة تحافظ مش عايزة تزود عايزة الحافظ اه مش جاية بس عشان الدنيا وقعت فالإفكت هما هو المهم طيب يا دكتور في سن معين علشان يستخدم الأجهزة دي ولا هي متاحة لجميع الأعمار لا ما هي ميزة الأجهزة دي ما احنا زينا نقول احنا بنعمل ايه بنشط دارة دموية بنحفز إنتاج البروتين و قولنا بنزود إنتاج الكولاجين بنزود إنتاج الإلستين يعني بتزودي الميتابوليكريت اللي هو التمسيل جزائي جوة خلايا البشرة بتشدي البشرة بتعملي مدارة في البشرة كل الحاجات دي تتعمل في اي ايج كل إنتي لو لقيت نفسك و كنتي عندك 25 سنة فيه وشكينة ابداي عالجيها يعني في ناس و سالحتة دي عندهم بتبقى وعا ابداي عالجيها طالما العضلة دي بدأت وعا عندك حتى لو هي صغيرة فالسن ما قولك أنا صغيرة ما قولك أنا صغيرة ما قول العضلة دي كده بعد لو سبتيها حد ما بقيت 40 سنة هتبقى بايزة خالص يعني لا ابدايش اديها ملهوش طيوم و ملهوش side effect طيب يا دكتور لو جاتلك عروسة و عايزة تعمل نضارة لبشرتها و شد بشرة و كده حيك بتبدأي معاها ازاي نفسي الاول بنشوف البشرة جزء جزء وبعد كده بناخد الوش بناخد طبعا الرئبة زي ما اتفقنا و بنحدد الـ point of weakness اللي عندها يعني مثلا سيء الجلد محتاجي يتشد تحت العين محتاجي يتشد بنبدأ بنبدأ العوال بايزة وبعد كده لقيت مثلا في عضلة ساعت في ناس عندهم العضلة دي وعا ساعت في ناس بيبقى العضلة دي هي الوععة بتبقى مختلف ساعت دولة او دي بقى مشكلة كبيرة بالضبط كده ساعت في ناس بيبقوا smoker بيبقى عندهم اللي هما الماريونيت لعينز اللي بيبقوا هنا دول على حسب بقى منحنل المشكلة دي ونبدأ بقى نشد عضلة عضلة اللي فيها الدفاق وبنخلصها خلصنا القصتين دولة بنبدأ طبعا معيها ببرنامج النضارة كل ده ممكن يتمي في مرة او مرتين بنبدأ معها برنامج النضارة وبعد كده بتخلصي النضارة بتدخلي بقى إذا في دهون في البشرة بندخل بجهزة تبريد بتاع البشرة بنبدأ نشتغل عشان نشيل دهون البشرة طبعا منها من تنظيف البشرة اللي احنا قلنا بالتأشير الفيزيائي برضو عشان البشرة تبقى فيها نظيفة ونظرة وتبقى كلير وتنصحية دكتور تيجي مثلا يعني ممدة تيجي قبل قد ايه يعني دايما دكاترا يقولوا خليها تجيلي بدري عشان ألحق أعملها كل حاجة اوكي دكتور رانيا أنا كنت سعيدة جدا جدا بحواري معاك النهاردة من أحلى الفقرات اللي أنا عملتها بصراحة في أستاذ في الطب أنا بشكرك على وجودك معي وبشكرك كمان على كل المعلومات اللي فتنا بيها وطبعا أكيد كل مشاهدين ستات واللبنات أكيد بلقتي هم فرحمين بشكرك موضع كمان بنشكر الدكتورة رانيا السيد عبد العليم استشاري العلاج الطبيعي والتجميل بشكرك ومشاهدين على حسن المتابعة فحبز الله